المترجم للقناة سماعات البلوتوث التي توضع في الإذن بأصوات مرتفعة فتؤدي أحيانا إلى ضعف في حاسة السمع وتلف إن لم تكن تلف في خلايا العصبية المسؤولة عن السمع الاستخدام السيء لمثل هذه السمعات إما برفع الصوت عاليا أو بزيادة المدة أكثر من المعتاد كما هو مصنف عالميا يؤدي إلى ضعف في خلايا السمع لم يكن ضرع عليها فالموصف فيها الحقيقة هو استخدام هذه التقنية بحذر وبربروية وتقليل المدة التي تعرض لها الإذن من هذا الصوت والاستخدام إلى التقنية المعتادة من خلال السماعات العادية بدون البلوتوث وكما أؤكد على موضوع السماعات البلوتوث حيث أن سماعات البلوتوث هي تقنية جديدة ودخلت في السوق في عالم السمعيات للابتعاد عن السلك الواصل بين هذه السماعة ومصدر الصوت الذي هو التلفون وهذه التقنية تقنية جديدة وما زالت طور الأبحاث وحتى الآن هي آمنة ولكن ما زالت الأبحاث تبحث في قضية ضرارها على الخلايا العصبية للأذن والخلايا العصبية للجهاز العصبي فما أريد أن أوصله إلى الأخوة المشاهدين هو استخدام هذه التقنية بحذر والوصول أو الاستخدام التقنية القديمة المعتادة التي تبين للجميع ليس لها أضرار جانبية أضف على ذلك استخدام السماعات بمفرد وعدم استخدامها من قبل طرف آخر واستخدام سماعات الآخرين حيث أن هذه السماعات قد تكون مصدر للتلوث وانتقال العدوى من شخص إلى شخص آخر